ايها الأخوات السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد الموضوع اللي سنضرب عليه اليوم هو الموضوع الازمة المالية اللي مترقبة ومتوقعة انها ستضرب عالم المال وغط تضرب العالم كله يعني قريبا يعني لما ضربته اخر في الاخر العام يعني تقدر تضرب في دخول 2020 كل شيء يعرف هذا القادية الأزمة المالية دائما تضرب كل 8 سنوات سنوات هذه القادية إلى جرته التاريخ الاقتصادي اقتصاد الدولي سنتعرفوا هذه القادية أنه كل عشر سنين كل 8 سنين تضرب أزمة مالية اخر أزمة كانت في 2008 اللي كانت العواقب ديالها وخيمة واللي الآثار ديالها ما زال لحد الآن كتبان على الأسواق المالية العالمية لكن اللي وقع في الأزمة ديال 2008 انهم لم يصلحوا شيء يعني الناس ما تصلحت تشي حالا قشنو داروا قاموا بترقيع الأزمة يعني شدوا الأزمة ورقعوها هي الأزمة ما تحيداتش هي الأزمة ديال 2008 هي اللي باقي غادية وغير هي اللي غادية تزيل ستكون تأثير ديالها سيكون عنده جوج المرات التي كانت في 2008 قول بحيلا قول بحيلا شيء دار اللي بل فيها الشق وانا غادية تضطيح وشنو دور المسؤولين في 2008 ارقعوا ذلك الشقوقة فمتباش غطاوا ذلك الأزمة غطاوا الشقوقة غادية تضطيح غادية تضطيح ولكن هما رسدوا قولوا غير ذلك الشقوقة و لكن لم تصلحوا له شيئا بالدار هذه الشقق مبعد مع الوقت قولوا ذلك و هذا الشيء اللي وقع في الأزمة 2008 لانا كيف ترقعوها المسؤولين سياسيين اقتصاديين كتعرف الناس كيف يحيدون مسؤولية على رؤسهم يجلبوا الناس اختصاصين و يقولوا يقولوا غير رقع لي لا تصلاحني مرقع غير رقع يبقى مثلا عندي الكليون ديالي يبقى مثلا اقتصاد غادي هو هداك لابناك خدامه غير رقع لياك ولكن هادو المسؤولين هاد شليك يقول مسؤولين يعني غير رقع رقع ولكن من الف وثمانية لحد الان يعني يعني عيوما يرقعوا وعيوما يقعدوا يعني بلا ما ندخلوا الجانب التقني ولكن الترقيع في الازمة الاقتصادية هو الذي حاصر ولكن لم يكن اي اصلاح في الازمة ناس في العالم المسؤولين السياسيين الاقتصادين يعرفوا ان الازمة غادي يضرب غادي يضرب انا ما غاديش نحاول انها غاديش نضربتنا للعالم لكن نتضرب على التداعيات ديال الازمة في المغرب ان المغرب تهون بين الدول اللي غادي يتأثر بهذه الازمة المالية وخاما عندو شوال ستريت وخاما عندو حتى شي حالي لغا يتأثر بهذه الازمة هادي واذا كنتم تشوفوا الباوقة ما هي العلامات الازمة الاقتصادية التي تقدروا المغرب وهو ارتفاع الاسعار يعني ارتفاع الاسعار ديال المواد الغذائية وارتفاع الاسعار في كل شيء هذا دليل على ان ازمة جاية يعني من اللي تشوف الاسعار تبدأ تطلع وما تنزلش عرف كينة ان ازمة جاية ومن اللي تشوف ان الدولة ما تدخلش ما تكونش قادرة تدخل انها تصبح شي حاجة عرف ان الازمة كينة وكتشوف هذه القادية في حياة اي عائلة مغربية انها تعاني من غلق الاسعار خاصة في المواد الغذائية حتى ان البنك الدولي خرج بوحد القارات يقول ان المغرب فيه ازمة وهي الازمة ديالغالى اسعار ديال المواد الغذائية اللي الدولة لم تقوم باي شيء لاصلاحي هذا المشكل اذا سمعتوا ان محمد السليس يقوم باصلاحات كتعرفوا ان محمد السليس يقوم باصلاحات لا يقوم باصلاحات باش غضي تصلح المغرب ولا باش غي تقعد المغرب ومكن أن تقوم باصلاحات باش يحاول على ان يكون في الكرزى لان المسؤولين اللي كان دير من قبل تحرقت الاوراق منهم bag Shadow App لان هذا النظام علي فضل المغرب 시에 يجع للك filmmaker النظام هو المسؤول على الأزمة والسعادة الشعب والنظام هو المسؤول على فقر الشعب والنظام هو المسؤول على أزمة الشعب يعني النظام هو كل جيد. لذلك يأتي بأحد الأشخاص الذين عبارة عن مسؤولين حكوميين أو وزراء أو برلمان أو حكومة لذلك يحصل على المالك وستخدمون في الواجهة وعندما يتحرك على الأوراق السنوات والنظام يتحرك على الأوراق السنوات والنظام يتحدثون البلد إن هذه المالك ويصدرونه يتركز المسؤول إلى المدة تسلق pd لم يتدخل البلد لتحدث عن الناس لم يعمل بما يدخل البلد المالك ونحكي بأخذ بتبليد المالك. فاعاها لنفعله ونفعل المسؤول عنه وان يحيط علي شعب لا يتهم المالك لكي يجب اطلاع المالك ويجب اطلاع أشخاص آخرين بل اختلاع الشعب إذا شعب دائما تبقى عند ظهر المقابل وهو المسؤول ورهب المسؤولين هذا القادية في المغرب بدأت تتحرك المغاربة لانه يأتي أطلاع في هذه القادية المسؤولين مغاربة الأغلبية المقابلون في المغرب بدأت تحدي قد يعمل أن رمشهم الناس المال يكره هو المسؤول على الأوضاع في المغرب جميع الأوضاع والأزمة التي كانت في المغرب المالك هو المسؤول عليها مؤخرا سيبدأ يلعب آخر ورقة عليه النظام المغريب سيبدأ يلعب آخر ورقة لأنه قبل أن ننهضر على آخر ورقة لأن هذه الأزمة المالية سيكون تأثيرها على المغرب أن الصادرات في المغرب لا يشري لهم لا خضرة الفوسفات لا يشريه أي شيء يصدر المغرب لا يشري لهم كما تعلمون أن اسمتهم المغرب المغرب وهو الدول الأوروبية الدول الأوروبية التي ستكون لديها أزمة ستكون لديها أزمة مالية لأنها تتكافئة إلى الشعب منها تسير منها لا يشري منها دول الأوروبية ستكون لديها مخططات لتبقى أنها تكافئة مع الشعب لأنها تسير الأمور لا يبقون إلى فكرة من المغرب سيكون لديهم من الخاصة تبقى المغرب لا يقرر لأن النظام المغربي سيبيع المغربي بأي تامن الذي سيجعله في الكرسي وفي هذه الوضعية سيكون خطار على النظام المغربي لأن بواعة التغيير أو بواعة التغيير بدأت كتبان في المغرب لأن الوضعية الأمنية في المغرب أن التمواطن في المغرب لا يبقى أن هناك أمن في المغرب تقارير الدولية تقول أن الدولة المغربية وأن النظام المغربي وأن المسؤولين في المغرب لا يهتمون بأمان أو الأمن ليوفرون الأمن للشعر المغربي المغرب تكلاسة من بين الدول التي يرتفع فيها الإجرام بحل الدول بحل برازيل تصوروا المغرب أو بحل بحل برازيل في معدل الجريمة إذا جينا نرى جميع المعدلات كان لقوا المغرب في المؤخرة الناس الشعر المغربي بدأت كيف يفهم واحد القادية أن نرى اللي مسؤول على هذه الوضعية في المغرب وهو النظام المغربي هنا سوف نذهب على الورقة اللي سيلعبها النظام المغربي في آخر ورقة سيلعبها وهي الملكية البرلمانية لأن الشعر المغربي لا يطالب ملكية برلمانية الشعر المغربي يطالب كما بجمهورية لا يوتось خاصة إنساء ملكية لأن الملكية البرلمانية سوف تجعل الملك إلا أن سيتحاسب سيدار recommendingبти انتخابات عودة changes or inappropriate andichtlich بخوف الت諰يط وال Wellington وسيعرت للعب عليهم في الانتخابات وسيأخبر لهم بكل مشكلةoto أي أيها المغرب بغي الشعب برة ملكية ويقدرون قاعف الأخرى يقول لك لا شعرون بغيش برلاع مانية بغيبها لكي مطلقة يقدرون متان يديروا هذه التقارير ولكن النظام المغربي فهموا واحد القادية أن الشعب المغربي ما بقعش بغيبها لكي مطلقة النظام فهم هذه القادية وهي يوم يزوروا في الانتخابات الشعب المغربي وخمعة شنو الأغلبية سيكونوا رافضين هذه القادية دين الملكية المطلقة إلا إلى فرضوا ما هو هذا القرار بالقوة على الشعب المغربي ولكن الشعب المغربي لا يريد ملكية مطلقة الشعب المغربي لديه أمال لأنهم خلال الناس المستوى الذين لا يعرفون النوايا الإجرامية النوايا الدكتاتورية لا يزال ما يفهمون العمق الملكية والنظام المغربي ما يعرفون بشين هم هؤلاء الناس يطالبون بملكية برلمانية هؤلاء الناس يستفظون حوالهم الناس الذين يستفدوا من وجود هذا النظام وك juga الناس الذين يستفدوا للانعمال عن هاد النظام وال Thrones الذين يقربلون لهذا النظام ولكن بقية الشعبه لكن لا يستفدوا شئا من الملكيه البرلمانيه الأصوات التي تخرج كالطالب ملكيه البرلمانيه هم المستفيدون من الملكيه البرلمانيه كيف لانت تعرف ان الموظفين الكبار مغربه هم خالي هم ي revolt Vali fordagnarie imp necklace اوما ي做ofd � Zoo يعني اي وظائف في المغرب من الوظائف العلية حتى وزير ولا قادي ولا برلماني ولا جنرال ولا يعني ذوك الرؤساء الامر الكبار يعني المغرب ما كان شي واحد عنده وظيفة يعني بدراعه جابها بدراعه ما كان شي واحد جابه وظيفة بدراعه في المغرب ولكن هذا القادية يرى النظام اللي دار هذا القادية النظام بغي يجعل هذا الموظف السامي اللي يخدم يا اما بالرشوة ولباك صاحبي باش دائما يبقى عنده واحد الاحساس ان هذه الوظيفة اللي عنده وله هذه المسؤولية اللي يعاطينه را ما جابهاش بدراعه را جابها غاب الرشوة ولا را حيث بباك يعرفش واحد خدمه في ذاك المكان هذا القادية له النظام تيحاول ازرحها في جميع الوظائف المغربية باش دائما الموظف ما تكونش عنده واحد شخصية دائما الموظف يحس انه ماشي كامل تحس انه راه في ذاك المغربية اللي يدخل غير برشوة ولا لانه غير كان يعرف شي واحد شخصية وهذه القادية تنتشره في القطاع العام وقت تنتشره في القطاع الخاص حتى الجنرالات المغرب تكمل من قناة للدراهن التواصل الوزارة كلهم من مجددا يجب المسؤولين لإدارات المغربية والأبناء المغربية والمسؤولين نفس السمم مغربي كبير تاجدها من قناة للدراهن انها تكون المالك أو صاحب المالك ولاباها تعرف المالك والشاهد يعرف ما يدخل بالرشوه يعطي إعلام ليلة لكي يدعك البوست اي مسؤول في المغرب لا يخلعك بدك الكومبليات وبنضادره بالوقفة والطنوبيلة وكذا وكذا عندما تتقلب عليه للتاريخ دياله اطلقت الباكالورية مشده شده غير مزوره اقسم لكم بالله العلي العظيم فهد وانا مسؤول على ما اقول لهناك مسؤولون في المغرب حاليا شدوا الباكالورية وممشوش دوزوها جات لهم شهادة الباكالورية حتى البطار وشهادة جامعية جاتهم حتى البطار واخذين ديب بوست فى المغرب الان ومسؤول كبارique في المغرب الان معمرهم على شهادة الباكالورية ولقربهم من الملكية review وقربهم من النظام وينتمون الى العائلات الكبيرة والعائلة البرجوازية فى المغرب تحصل على مناصب علية فى المغرب وأقسم لكم بالله على ما أقول شهيد إلى كينين في المغرب ناس لم يحصلوا على شهادات الباكالوريا والآن يعني مسؤولون كبار في المغرب وهم عارف الراصم واحد عدد كبير منهم وكبير جدا وحتى اللي يساعدهم بجدلوا هاد القادية والنظام تعرف هاد الشيء المالك تعرف هاد الشيء وكان شيء وحدين اللي مشاودوا وزو الباكالوريا ومشاودوا وزوها غير غير بشيء يحضروا ومشاودوا الباكالوريا يعني ما حفظوا ما قرأوا ما والو واعرفهم واحدا واحدا اللي في الباكالوريا لا يعرفش يركب حتى جملة مفيدة ولا يعرفش حتى فانكسيون وفي الأخر كيشد باكالوريا سيونس وليحدين الآن في المغرب كتلا مسؤولون كبار وكذا 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 ولكن هم يعني هاد الشيء كنقول لكم ان النظام يبغي هاد الشيء النظام يبغي ناس اللي ما تيقين فراسهم ناس اللي ضعفاء لكي دائما تبقى تشبتين بالنظام ولكن هنا كنقول لكم هاد الأزمة الاقتصادية وان النظام بغي يحاول يلعب هاد الورقة الملكية البرلمانية لكي يقول الشعر المغربي بغيت التغير انا غدين لكم التغير ولكن النظام المغربي والملكية والمحمد السادس لا يوجد هذا الشيء في سبيله يحتاج الى تغير المغرب الى الملكية البرلمانية لان من يسيطر على الاقتصاد هو الذي يسيطر على السياسة وما دم ان محمد السادس يسيطر على جميع مفاتح الاقتصاد المغربي سيسيطر على السياسة وهذه القادية معروفة جميع الدول العالمية يعني هذه ليست يجيش واحد يقول يلا رأى السياسة التي تحكم منها دماغك في الدراء او شماد اخرى الذي يتحكم في المال هو الذي يتحكم في السياسة وعلى ضوء هذه القادية ان محمد السادس والنظام مغربي عارفين ان ازمة اقتصادية عالمية تضرب وعارفين ان هذه الازمة الاقتصادية ستكون لديها نتائج وخيمة ستكون لديها نتائج خيبة ستنتشر البطالة سينتشر الجوع ستنتشر الامراض حتى الناس في الخدمة لا يبقوا قادرين يتخلصوا الناس اخرين موظفين لا يبقوا قادرين يتخلصوا كما تعرفوا ان الاعتماني يقولون ان يخصم الانفاق في الوزارات هذا الشرمشي الاصل هو المغريب ولكن لانه عارفين الازمة الاقتصادية العالمية التي ستضرب المغريب وهذه المسؤولين لا يبقوا قوي وانا نظام المغريبي يحاول ان يغير المكانه عن الشعب المغريبي ستكون الازمة المالية يقولون ان انا المسؤول وانا ماشي مالك وراء الحكومة وراء المسؤولين هم اللي مسؤولين المالك سيبقى في المغريب ستبقى عنده الخيرات ستبقى عنده الاموال ستبقى يتخلص ستبقى الميزانية القصر ستبقى عند الشعب ولكن الشعب سيكون يموت من البطالة من الجوع من الامراض من المشاكل الاجتماعية المشاكل الاسخادية وهو سيضمن الراسة واحدة بلاسة آمنة في المغريب وهذا الشعب ستبقى المغاربة ستبقى المغريب ستبقى المغريب ستبقى المغريب ستبقى ماذا يحدث في الارجنتين الآن الأوضاع خطيرة جدا الارجنتين يعني تعيش بأزمة خانقة الآن ستبقى ماذا يحدث في عدة دول الآن في دبي يحاولون أن يغطي على ذلك الشركة يقع في دبي ولكن دبي ستبقى في الانهيار يعني دبي يتبقى في الانهيار يعني دبي ستبقى في الانهيار لأن دبي ستسقط هناك بعض الاختصاصيين ستبقى في الانهيار ستبقى في الانهيار لأن احتمت الناس المسؤولين ستبقى في دبي ستبقى في الانهيار لأنه ستبقى ازمة اقتصادية خانقة يعني نظر الله لا تكون شيئا خيبة ولكن هذا لا يوجد الله لأن الله لا يقدر يسلح كل شيء ولكن الأزمة رأيها جاية جاية وكيف ما تعرفوا الناس اللي قرأوا التاريخ رأيت تعرفوا أشيء مطرف الأزمة ديال 1921 اللي كانت يعني للعالم حاول يتفادى ديك الأزمة حاول يتفادوها بثافت المرات ولكن ولكن عاود رجعت أزمة لأن الأزمة ديال 71 كان أزمت كثيرة جدا الحل الوحيد كيف ما تعرفوا أن في العالم في ما كتكون شيء أزمة إلا وكتكون شيء حرب عالمية يعني كيف الناس كيف ما تقولوا للناس ديال اللي كيقرأوا التاريخ ويدارتين التاريخ تيقول كودي أن بواعد حرب عالمية ثالثة هي اللي قد تكون الحل لي قد تعطيهم على الازمة المالية لأن دائما أبيously تكون الحرب في حياتله يجب أن يهتم بالدفاع للوطن والموت في سبيل الوطن كيفما تعرفوا أن الحرب العالمية دائما داخل الآخرية ب deform infused والملايين 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 شدة من Death Din وهما طبقات الأغنية وطبقات السياسية بينما يظهر شعب الزعافة وائفة تقاوم بالتكرام لنصبه المسؤولين وذلك لا تظهر بالفعل وهي اللي كتموت في الأخر وهذا ما رأيناه في عدة الحروب العالمية لمرات لأننا نرى بعض المسؤولين الذين عاشوا جزء الحروب مثلا عاشوا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ولكن إذا نرى مثلا الشعوب والأرواح التي ماتت في هذه الحروب كانت كثيرة جدا وجدا فهذا الشيء نقول لكم ان الى محمد السلسل النظام المغربي قام بتغييرات رمشيك يقوم بها لخدمة الشعب ولا لخدمة الوطن ولكن خوفا من العواقب والنظام المغربي سيحاول يكون صباق لهذه الخطوات لكي يقول المغاربة فوالا أنا سأعطيكم وأنا سأعطيكم ولكن المغاربة مخصصهم الحرية المغاربة مخصصهم التغيير المغاربة مبقى خاصةهم ملكية هذا هو الحل وإخوة الأخوات قرعوا مزيان فهموه شوفوا شنوكين لأنه ما يبقواش يكذبوا عليكم الناس يجي يقولك الملكية البرلمانية ولا يجي يقولك أنت إذا كنت ضد المالك رك عدو الوطن لأن المالك لا علاقة له بالوطن ولا الملكية لا علاقة لها بالوطن الوطن هو الأرض الوطن هو خيرات المغرب الوطن هو الشعب مغربي أما الأشخاص فلا مصداقية لهم لا المالك ولا رئيس الحكومة ولا أي مسؤول في المغرب لا علاقة له بالوطن ينود شخص يتهمك أنك ضد المالك ولا ضد النظام المغربي أنك خائن دفلي على وجهه لأن الأشخاص كتمشي لأن شحل من العائلة حكمة المغرب كانوا العلويين كانوا الموحدين كانوا الوطاسيين كانوا العائلة حكمة المغرب عادت العائلة العلوية إذا كنا نعيشوا 400 سنة أو 500 سنة ما أي عائلة ستجي يخصنا نركع لها؟ هنا أيها المغرب يجب أن تفهموا هذا الأمر العائلات المحارات الحكمة به لا لا يت whoever ترك uso الوطن هو الأرض الوطن هو جارك الوطن هو ولدك الوطن هو بنتك luz و hero consegue الوطن هو العائلتي الدراعة في المدير التي تعيشها الوطن وهو الأرض الذين تدك فيها هذا هو الوطن الوطن هو المغرب بشعبه وأراضيه وجباله وسمائه وبحره أما الأشخاص يأتون ويروحون، والذي يبقى هو الوطن، أما الأشخاص لا علاقتهم بالخيانة، والذي يقول لك أنك ضد الملك خائن رهو خائن، هذا الذي يمشي، الذي يربط الوطن ويربط الوطنية بالملكية، هذا هو خائن، لأن هذا لا يعرف الوطن، هذا تأم بالعبودية، تأم بعبادة شخص، تأم بعبادة أشخاص، ولا يؤمنوا بالوطن، لأن الوطن لا علاقة له بالأشخاص، إخوة الأخوات، تبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم